السلام عليكم متابعين الكرام ان شاء الله تكونون بخير اليوم اياكم مصفة جديدة الكرابية التركية بالبرتقال والجبن نقول بسم الله ونبلش بالطريقة راح اخلي كوب ونص شكر فوقها 100 غ زبد انا استخدم الزبد حيواني لان يطلع عطيب بها هس راح اضربه بالخلاط اريف فوقها نس كوب زيت وارجع اضربه بافتين كل مادة اخليها ارجع اضربها حتى تجانس زين وياه الخلطة هابا صار شكلها هابا صار شكلها هس راح اضيف قشر برتقالة مبروش بارف بانيلا ثلاث ملاعق كبار نشذرة عندي ملعقة عندي ملعقة تشاي صودة راح اضيف فوقها عصير نص برتقالة او انا ادير ديفور عندي وهو هذا المطلوب راح اضربه بالخلاط راح اضربه بالخلاط مرة ثانية وهذا الشكلها بعد ما اضربتها بالخلاط راح ابلش اضيف طحين عندي اربع كوابة طحين اعجن شوية و ارجع اضيف الباقي هاي باقي الطحين و عندي ملعقتين كبار بيكم باودر احطها و اعجنها هرس راح اضيف 200 غرام جبن اذا ما موجود هذا الجبن يومكم اكتبوا لي بالتعليقات انا ازللكم الطريقة الجبن اللي نستخدمه لازم يكون بدون ملح او ملحها كلش قليل هاي كملتها عجن راح اغطيها و ادخلها الثلاجة تقريبا ساعة ممكن تتركوها مدة اطول بس انا مستعجلة عليها على مود اكمل الفيديو اليوم هاي بعد ما خليتها ساعة بالثلاجة هبلش اشكلها و ادخلها الفرن نترك مسافة بين واحدة و واحدة اعمد اذا نفشت ما تلتسق واحدة باللخ سادخلها الفرن على درجة حرارة 180 هاي باقي كمية العجين شكلته هاي طلعتها من الفرن شوفوا استواءها و لونها هاي الحلو يا رب ان شاء الله تأجبكم لا تنسون الاشتراك بالقناة بتفعيل زر الجرس حتى يصلكم اشعار كل شي انزلة جديد و الف عافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة